صفقة تبادل الأسرة تضع بنيمين نتنياهو في فخ الاختيار فالصفقة إذا تمت ستوقف الحرب وستخرج إسرائيل من قطاع غزة دون تحقيق الأهداف التي أعلنها نتنياهو تبرر هذه الوجهة التحليلية الحملة الإعلامية التي تخوضها قنوات ومواقع يمينية ضد عائلات الأسرة الإسرائيليين فاليمين يريد من هذه العائلات أن تتوقف عن المطالبة بصفقة مقابل وحدة الحكومة وبقائها الموقف الأمريكي إيجابي بخصوص نظرته لردود حماس خاصة أن أمريكا تريد أن توقف هذه المعركة وهذا العدوان وتريد أن تبحث مقاربات سياسية لذلك هذا يتناقض مع رؤية اليمين المتطرف واليمين الليكودي بهذا الخصوص ومن هذا المنطلق يبحثون من خلال القناة 14 وسائل الإعلام للضغط على نتنياهو وعلى اليمين ووزراء اليمين في داخل الحكومة من غير المتوقع أن يوافق نتنياهو على إتمام هذه الصفقة بسهولة فإعادة المختطفين وإن تم لن يساهم في تحسين شعبيته في إسرائيل والفاتورة الباهضة التي ستدفع بوقف الحرب ستضاعف من الانتقادات ولن تتوقف التظاهرات في الشارع باستعادة المختطفين بل ستظهر للسطح التظاهرات التي تطالب بإسقاط الحكومة ومحاكمة بين يمين نتنياهو شخصيا أعتقد أن حكومة نتنياهو قد تتغير وقد نرى لابيد في داخل الحكومة وبالتالي يأخذ هنا نتنياهو سنة كاملة في داخل هذه الحكومة إذن شعبية نتنياهو قد نتحدث عنها بعد سنة وليس الآن ولكن أعتقد أنه لن تتغير شعبية نتنياهو إذا ما وفق على هذه الصفقة سيخسر اليمين المتطرف لكنه سيحافظ على دعم من اليمين التقليدي ومن الليكود بهذا وفق تقديرات إسرائيلية فإن 85 من الأسرى الإسرائيليين فقط بقوا على قيد الحياء بسبب استمرار القصف الإسرائيلي أمام نتنياهو خيارات تخدم مواطنيه ولا تخدمه رغم إبدائه موافقة مبدئية على وقف الحرب مقابل صفقة